يسعد أوقاتكم يا شباب كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء تكونوا بألف خير وأخيرا الحمد لله بعد عناء طويل وبعد مدة طويلة تم طرح بروتوكول البول الرسمي الخاص بعملة تشيا صار في أي شخص فيكم بيقدر يعمل البلوتس الخاصة بالبول ويقدر يربح بشكل مضمون من خلال مشاركته بأحد البولز الموجودة على الشبكة مثل ما بتعرفوا إلنا أشهر بعد ما حكينا عن عملة تشيا بالبداية عم نستنى هذا الخبر لأنه موضوع تعديل أي عملة رقمية بسبب حجم الشبكة الكبير كلما كبر حجم الشبكة فالتعديل الفردي أو الـ solo mining أو الـ solo farming بالنسبة لتشيا رح يكون غير مجدي إطلاقا لأنك أنت عم تنافس حجم كبير جدا أو عدد كبير جدا من الناس يلي هن موجودين على الشبكة وعندهم فرص أكبر منك بكتير إنهم يربحوا لهذا السبب كنا لنا كتير فترة طويلة عم نستنى هذا البول الرسمي أو البروتوكول الرسمي لأجل ننضم للبول من غير أي مخاطرة من حيث كمان النسبة اللي بياخدها مننا البول من حيث الأمان تبع البول إنه أنت ما لك مضطر إنه تعطي أي شي خاص بالنسبة لمحفظتك للبول في عوامل كتير كتير كانت عم تخلينا مستنين طرح بروتوكول البول الرسمي والحمد لله تم طرحه مثل ما لكم شايفين من خلال الموقع الرسمي إنه هلأ فيكم تحملوا برنامج جدشية اللي هو الـ 1.2.0 وتباشروا عمل مباشرة على البول وهلأ رح أحكي لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع رح أعطيكم شوية نصائح العملية كيف رح أتم والناس اللي أصلا كانت بادئة أو الناس اللي لسه بدأ تبدأ الفيديو كتير مهم شباب بتمنى أنكم تحضروا للنهاية وبإذن الله رح تستفيدوا منه كتير قبل ما نبدأ بالفيديو إذا كنت أول مرة عم تحضرني مهتم وشغوف مجال العملات الرقمية مثلي فاشتراكك بالقناة بشرفني أو إذا كنت أحد متابعيني حابب تدعمني لتطور وكبر المحتوى ففيك تدعمني من خلال الانتساب للقناة إما من خلال زر الانتساب أو من خلال رابط الانتساب اللي بتلاقيه بوصف الفيديو خلونا هلأ نبدأ بالفيديو شباب من خلال هذا الموقع بيكم تشوفوا قائمة بالبولز اللي موجودة على شبكة تشية كل البولز اللي موجودين أنا رح أحكيكم عن بول واحد منهم رح ركز عليه وأنتو فيكم تطلعوا على كل البولز الموجودة واحد واحد أنا ما رح أقدر أغطيهم كلهم في فيديو واحد ممكن نعمل فيديو تاني اللي نقارن بين عدة بولز بس أنا رح أحكي عن السبيس بول التابع لصاحب قناة كوين بريكترو اللي أتوقع كتير منكم بيعرفوه رح أحكي لكم يعني هيك تفاصيل عن هذا البول البول عم ينمو ويكبر بشكل متسارع وبتوقع لهذا البول مستقبل كتير مرتب لأنه يعني اللي وراه ناس كتير مرتبين وفهمانين منيح شو عم يعملوا بس قبل ما أحكي لكم عن السبيس بول بالتحديد خلوني أحكي لكم عن طريقة اللي رح يتم فيها عمل البلوتس للبول وأحكي لكم شو بتكن تعملوا كمان بالبلوتس اللي هي أصلا موجودة عندكم من قبل اللي كنتوا عم تعملوها على السولو تمام شباب مثل ما لكم شايفين شباب هون من خلال السبيس بول في حاطيننا هون الرابط اللي تابع لتشيا الأساسي طريقة الانضمام للبول وحاطيننا الخطوة المهمة اللي لازم كلها تنعملها في حالنا ننضم لهذا البول هلأ رح نرجع لهذا الكلام كله سوا بس خلونا نراجع الخطوات تبع الانضمام للبول مع بعض مثل ما لكم شايفين شباب فيه ست خطوات لازم تعملها لتقدر تنضم للبول اول شغلة لازم تعملو هي شغلة كتير كتير مهمة انه تكون محفظتك متزامنة شو يعني متزامنة خليني افتح لكم برنامج تشيا بس يفتح معكم برنامج تشيا اللي هو اللي حكيت لكم عنه اللي هو ال 1.2.0 فيكم اما تعملوا محفظة جديدة في حال انت لسه كنت بادئ او فيك تفوت بمحفظتك الاساسية اللي انت عاملها تمام اول ما تفتح المحفظة مثل ما لكم شايفين هون بالحالة لازم تكون خضرة مثل هي الصورة لازم تكون المحفظة تبعك متزامنة تمام هي الخطوة الاولى الخطوة التانية لازم تتأكدوا منها شباب في حال انت ما كان عندك لسه اي من عملات تشيا فانت اللي تفوت للبول في شي اسمه موجو هذا جزء صغير متل ما لكم شايفين قديش صفر فاصلة ما بعرف كم صفر واحد من تشيا هذا الجزء مطلوب منك لحتى تقدر تفوت على البول تمام شباب فانتوا فيكم من خلال هذا الموقع شايفين بتحطوا رابط المحفظة تبعكم اللي هو بتجيبوه من هون الوالت تمام بتنزلوه تحت في الريسيب ادرس بتعملو له نسخ تمام فيكم تنسخوه من هون وبتعملو له لسق هون بتحطوا هاي الاسترو بوت المهم وبتعملو سبميت بس طبعا ما رح توصلكم هاي الموجو لحد ما تكون المحفظة تبعكم متزامنة تمام شباب يعني لازم تكون هاي عندكم هون كخضرة انا متل ما كم شايفين عندي هون ما لا متزامنة لهذا السبب ما رح يوصلني للموجو لو عملت ارسال لهذا السبب كنت تتأكدوا من مزامنة المحفظة هاي خلصنا من الخطوة الاولى والتانية الخطوة الثالثة شباب هي انك تعمل شي اسمه بلوت ان اف تي شو البلوت ان اف تي هو التسجيل بالبول يعني انك انت تروح من خلال هاي القائمة اللي هي شايفين هون كلمة بول هاي اللي طلعت جديد وبتضغط جوين بول بس متل ما كم شايفين انا بمحفظتي ما رح يسمح لي اني فوت على البول ليه لانه بده مني جزء من عملة تشية اللي هي الموجو اللي انا ما عندي اياها حاليا لهذا السبب خلوني اشرح لكم على هاي الصورة اللي موجودة هون في حال انت عملت تزامن ووصلك الموجو فرح يكون عندك القائمة بهذا الشكل تمام فمتل ما كم شايفين في عندك شي اسمه سيلف بول يعني انه انت تكون البول الخاص فيك هون انت اللي هو السولو اللي متل ما نحنا متعودين عليه تمام او انك تعمل الConnect to Pool الConnect to Pool هون بتحط رابط البول في حال كان مثلا الSpaceBool متل ما لكم شايفين انتو بتختاروا الرابط الاقرب لمنطقتكم فيه نورث امريكا بأوروبا وآسيا انتو بتختاروا الرابط اللي بدكم يا او السيرفر الاقرب لمنطقتكم و بتحطوه تمام بعد ما تحطوا رابط البول هون شباب متل ما لكم شايفين هون رقم اثنين هون بيطلع لكم كل المعلومات الخاصة بالبول بتضغط هون على كلمة create وانتو هون صار عندكم البول بشكل رسمي نضميتو للبول بشكل رسمي تمام هون بالخطوه الرابعة انك تضيف البلوتس الخاصة فيك تمام موضوع يعني عادي جدا جدا متل ما بتعرفو موضوع اضافة البلوتس بتروح على قائمة البلوتس بتعمل اد بلوتس بتعمل اد بلوتس وهي كل المعلومات تنفسم منها متل ما كانت من قبل انما في خيار جديد تم اضافته اللي هو join a pool تمام هون طبعا شباب انت في حال كنت ضايف البول من خلال نافذة البول هون فانت هون لما تعمل بلوت تنزل هون عا هي الخطوة الرقم ستة رح يطلع لك اسم البول يلي انت اساسا ضايفه ما رح يطلع لك هون كلمة join a pool تمام بس انا طالعت لي لانه انا ما لي فايت ولا باي بول حاليا ولسه ما انضميت ولا لأي بول فانت هون بهي الحالة رح تختار البول يلي بدك تحط عليه البلوتس يلي انت عم تعملون تمام شباب هاي يعني نفس المعلومات اللي كانت موجودة من قبل حجم البلوت النمبر قديش بدك ايهم عددن بالتوالي او بالتوازي وفي هون معلومة كمان زيادة اللي هي هون انت طبعا هدول رح تتركهم فاضين هلا رح احكي لك هدول شو شغلتن شباب هدول الفارمر بوبليك كي والبول بوبليك كي هدول في حال انت كنت عم تعمل بلوتس لجهاز تاني او لشخص تاني انت فيك تحط الفارمر بوبليك كي تبعه وفيك تحط البول بوبليك كي يعني انت هذا البلوت معمول معمول للفارمر بوبليك كي يعني لهذا الشخص والبول بوبليك كي يعني هذا البلوت لهذا الشخص ولهذا البول تمام شباب يعني انه بحيث انه لما الشخص هاد يوصل الهار تبعه ويكون بقلبه هاد البلوت تلقائيا البلوت ينعمل له فارمينج على البول اللي هو انت محدده هون تمام؟ يعني متمنع تكون الفكرة تكون واضحة واذن الله رح نحكي عنا بعدين بتفاصيل اكتر بس طبعا هي ما في داعي انكم تشغلوا بالكم فيها اطلاقا ما في عليكم اي مشكلة لانت مجرد تحددتوا البول من الاساس من هون الخطوة رقم خمسة انت هون امورك تمام تمام والبلوتس اللي عم تعملهم كلهم رح يتم الفارمينج تبعهم ضمن البول تمام؟ هاي كل الامور متعلقة بالبلوتس متل ما يكم شايفين هون هي خطوة الرابع اضافة البلوتس وهون الخطوة رقم خمسة انك انت تعمل ادارة للبولز اللي عندك متل ما يكم شايفين هون انت بعد ما تنضم للبول في قائمة البولينج هون تمام؟ رح يطلع عندكم صورة او نافذة بهذا الشكل تمام؟ بتقلك انت عدد البلوتس اللي عندك بتقلك الصعوبة وفي هي البوينت بلانس البوينت بلانس شباب هذا الرقم كل شوي رح تلاقيه عم يزيد وهذا الرقم كل ما زاد فانت هادب يعني انه انت امورك بالبول تمام وانه البلوتس تبعك عم ينعمل لهم حصاد بشكل طبيعي جدا ومن خلال هذا الرقم وزيادته انت بتعرف انه البلوتس تبعك امورهم تمام وما في عليك اي مشكلة والخطوة الرقم ستة متل ما يكم شايفين انه انت بس خلاص انت هو معد عندك اي شي تعمله بس تستنى لحد ما توصلك الدفعات الخاصة فيك وطبعا موضوع الدفعات هي بتختلف من كل بول للتاني وبتم توزيعها على حسب حجم البول على حسب كل امتى البول بيتلقى الدفعات في بولز رح تفرض يعني كل عدد معين كل بول فيه له سياسة الخاصة انت رح تعرفها من خلال البول اللي رح تنضم عليه تمام شباب؟ هاي كل شي بيخص موضوع انشاء البلوتس الخاصة بالبول طب انت هلا رح تحكيلي انه انا بدأت من قبل و شو بدي اعمل بالبلوتس القديمة اللي عندي اخي شوف في عندك حلين اما انك تترك البلوتس تبعك شغالين فارمينج بشكل طبيعي جدا اللي هم اللي عم يشتغلوا عالسولو وتعمل البلوتس جديدة عالبروتوكول الجديد وخلاص يعني البلوتس الجديدة اللي عالبول عم تنعمل لها فارمينج عالبول والبلوتس القديمة تبعك عم ينعمل لها فارمينج عالسولو او فيك مثلا بحيث انك ما تفقد الفرصة للكسب بالسولو انك تحذف جزء جزء من البلوتس اللي عاملهم انت عالسولو وتعمل بدالهم البلوتس جداد عبروتوكول البول الجديد وهيك انت بتضل عندك فرصة انك ممكن تكسب منهم وبنفس الوقت انت عم تكسب من ورا البلوتس اللي عم تعمل لهم حصاد عالبول تمام شباب هاي بخصوص الناس اللي اصلا هي بدأت وحابة انها تفوت ببروتوكول البول شباب في معلومة مهمة كتير نسيت اتكرار لكم ياها يلي هي انه انت تعاملك مع اي بول من البولز الموجودة الخاصة بعملة التشية ايميلك ما لازم يطلبه ابدا يعني متل ما لكم شايفين بعد ما اضيفوا اول بلوت ضمن اي بول من البولز الموجودة رح يطلع عندكم البول بهذا الشكل نافذة هاي بنافذة البول على البرنامج التشية عندكم رح تكون بهذا الشكل وفي شي هون اسمه لانشر اي دي هذا الاي دي شباب هذا هو كل شي ممكن او كل شي لازم يعرفوا عنك البول بتنسخوا وبالنسبة الاسبايس بول هون مثلا بتجي بتضغط هون هون متل ما شايفين بتعملوا له لسق وبتعملوا بحث رح تطلع لكم كل المعلومات الخاصة فيكم من عدد البلوت المساحة الشبكة اللي انتو قديم حاطين لارباحكم كل شي بخصكم رح تلاقوه ضمن هاي النافذة لهذا السبب شباب هاي المعلومة انتبهوا منا بحيث انه انتو اذا شفتوا بول تاني او اي بول انه عرض بالمستقبل انه بده اي معلومة شخصية عنك انت لا يحبت انك تدخل عليه لانه بروتوكول البول الرسمي بيجبر اي شخص او اي صاحب بول انه ما ياخد منك اي معلومة شخصية انت تعاملك بس عن طريق هذا الاي دي فقط تمام شباب وهيك اتوقع اني يعني غطيت كل شي بخص بروتوكول البول الجديد في حال لسا عندكم اي اسئلة اكتبوا لي تحت بالتعليقات وباذن الله رح جاوبكم عليها كلها وكمان اذا حابين انكم تتناقشوا مع الشباب يلي اساسا عم يشتغلوا بموضوع تشيا رح تلاقوا تعليق مثبت في رابط قناة التليجرام لمجتمع تشيا بالعربي التابع لقناتنا الشباب هني كتير متعاونين رح تلاقوا كل الشباب اللي عم تشتغل بهذا الموضوع يعني اذا في عندكم اي مشكلة حابين بدكم حل اي شي الشباب الله يجزاهم الخير ما حدا بيقصر ولهون شباب وبدي لكم القاكم على خير باذن الله السلام عليكم ورحمة الله